السلام عليكم رياضيات صف السابع وصلنا للتمرين 2 مين تمرين 2 مين قال لك في هذا السؤال طبعا هذه صف حتين وستين قال لك يمكن في هذا السؤال قال لك يمكن استخدام الآلة الحاسبة في هذا التمرين طبعا لابد من استخدام الآلة الحاسبة لأنها فيه رقامة كبيرة شوية واضح من التمرين لما تشبهها من الوهلة الأولى تقول هذا يبقى على حاسبة أول فقرة قال لك ألف تربيع أول فقرة قال لك أوجد قيمة ألف إذا كان ألف تربيع تساوي ميتين وستة وخمسين يبقى قيمة ألف عزيز الطالب احنا شن نبقى نشوفه قال لك ألف تربيع تساوي ميتين وستة وخمسين فلابد نشوف شن هو اللي أس تربيع يساوي للألف بمعنى إن الألف تربيع لابد الرقم هو نحوله لشنين نحوله لرقم أس تربيع حيث أن الأس يساوي الأس معنى الأساس يساوي الأساس هالي هي القاعدة يعني الرقم هو البندير الرقم أس تربيع يعطيني هو حيث بعدين بما أن الأس الأس هو يساوي أس هو إذا الأس هذا يساوي الأس هذا أكيد ورحك الفكرة هذه يعني الرقم هو اللي بنحوله لرقم أس تربيع بش يتساوي الأسس وبما أن الأس يتساوي معنى الأساس حتى هو أيضا يتساوي كويس شن هو العدد اللي أس تربيع يعطيني ميتين وستة وخمسين فنجربه بالألة الحاسبة بالتجريب نكتبه على سبيل المثال خمستاش تربيع تعطيني ميتين وخمسة وعشرين قاعدة أقل دعنا نجربه ستاش تربيع أعطاني ميتين وستة وخمسين إذا ستاش تربيع هي تساوي ميتين وستة وخمسين إذا ألف تربيع تساوي ستاش تربيع بما أن الأس يساوي الأس معنى الأساس يساوي الأس إذا ألف تساوي ستاش راتوا كيف سهلة بكل بساطة كل ما علينا لش نديره نحول الرقم هو لأس تربيع حيث وشين يكون حيث أن الأس يساوي أس بما الأس يساوي أس إلى الأساس يساوي أس هذه هي فكرة السؤال كله الفقرة اللي بعدها قال لك ألف تكعيب يساوي تلتمية وثلاثة واربعين نفس الفكرة أكيد نقلوا الفكرة اللي من هنا نبقوا نشوف وشن هو الرقم الأس تكعيب يعطيني تلتمية وثلاثة واربعين فاحنا نبقوا نشوف وشن هو ألف تكعيب مفروض شن تساوي رقم أس تكعيب بحيث أن الأس يساوي أس إذا الأس يساوي الأس إذا نجربوا بالرقم أس تكعيب باهي فرضا ستة تكعيب ستة تكعيب تعطيني مئتين وستلاش بينما عندي هنين مئتين وثلاثة واربعين دعنا نجربوا سبعة تكعيب تلتمية وثلاثة واربعين ممتاز جدا إذا ألف تكعيب تساوي بفروض شن تساوي سبعة تكعيب بما أن الأس يساوي الأس إذا الأس يساوي الأس إذا ألف تساوي سبعة بكل بساطة الفقرة اللي بعدها جيم الفقرة اللي بعدها قال لك ألف أس خمسة تساوي ألف واربع وعشرين نفس الفكرة بالزبط نبقوا نشوفوا شن هو العدد اللي أس خمسة يعطيني ألف ومئة واربع وعشرين باهي شن هو العدد نجربوا بالتمانية على سبب المثال تمانية أس خمسة أو كبيرة هلبة نجربوا أربعة أس خمسة مصبوط أربعة إذن ألف أس خمسة تساوي أربعة أس خمسة بما أن الأس يساوي الأس إذن الأس يزاوي الأس إذن ألف شن تساوي أربعة تفيدوا كيف سهلة وهذا هو إجابة التمرين واحد ننتقل إلى التمرين الثاني التمرين الثاني يقول لك أوجد أوجد قيمة المجهول أوجد قيمة المجهول ألف الوف الثاني تساوي أربعة وستين الثاني تساوي أربعة وستين لو كانت لاحظه في السؤال الأول حول إنه منحول فيه على سبيل المثال إنه أس نحول فيه على سبيل المثال إنه أس لكن في السؤالة هوري نبقى بنديره الأساس هو يكون وسوى بعض بعدين مش قولنا احنا الاس يساوي الاس لما الاس يساوي الاس طو بالعكس بندير الاساس يساوي الاساس معنا الاس يساوي الاس اكيد وضحت الفكرة طو بالعكس السؤال اللي فات كان على سبيل المثال الف تربيع يساوي وليكن ميتين وستة وخمسين فحناش ندرنا قلنا ان الف تربيع تساوي مفروض العدد لقصة اثنين بحيث ان الاس يساوي الاس يساوي الاس بالعكس هنا لابد ان يكون عندي الاساس متساوي بش نطلعو شن هو الاس اللي يساوي فبنشوفو الاربعة وستين يعني اثنين اس ميم تساوي شن هو اللي اساسة اثنين يعطين الاس اكيد وضحت بالعكس توا حيث ان الاساس الاساس يساوي الاس كويس هذا صندوق ارا مش سفر اثنين اس حاجة فشن هي فشن هي الاثنين اس حاجة تعطيني اربعة وستين شن هي الاثنين اس حاجة تعطيني اربعة وستين اذا shit اثنين اس ميم تعطيني اربعة وستين اذا اثنين اس ميم توساوي اثنين اس بما ان الاساس يساوي الاساس اذا اس 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 ميم توساوي سته كل بساطة كويس ننتقل لا للفقرة اللي بعدها total قل لك 3 ميم توساوي 243 عفوا نسامحوني مش 3 ميم 3 أس ميم توساوي 243 نفس الشي نبقوا نشوفو 3 أس ميم توساوي شن هو الأساسة يعطيني الأساس 3 أس حاجة تعطيني 243 3 أس ولتكن 6 لا أصغر أكيد 3 أس خمسة 243 إذن 3 أس ميم توساوي 3 أس خمسة بما أن الأساس يساوي الأساس إذن الأس يساوي الأس إذن ميم توساوي 5 بحي هذا بالنسبة للفقرة نتقل للفقرة جيم قال لك 5 أس ميم توساوي 625 إذن 5 أس ميم توساوي شن هو الأساسة 5 أو 5 أس حاجة تعطيني 625 5 أس ولتكن 5 لا كبيرا 5 أس أربعة ممتاز إذا 5 أس أربعة شوفوا 5 أس أربعة إذا 5 أس ميم توساوي 5 أس أربعة بما أن الأساس هو بعض إذن ميم تساوي أربعة ممتاز الفقرة اللي بعدها دال إذن الفقرة دال تقول لك تنين أسنون تساوي واحد على تنين وثلاثين آه هنا عندي واحد على تنين وثلاثين هنا عندي تنين أسنون أعلاش هادي تولاحظوا أن هادي جاي في البسطة جاي في المقام علاش ما احطوش هادي في المقام بحيث بعدين تساوي المقام بالمقام أبسط طريقة هادي إذن واحد تولي واحد على ثلاثين أسنون صح leveling لو أن نعكسها الأس يولي بإشارة سالبة إذن واحد على ثلاثين أسنون تساوي واحد على ثلاثين يعني قلبت هذه إلى المقام تولي واحد على ثلاثين أسنون بهما نفس مدرنا الملكاي شن هو العدد شن هو العدد شن هو العدد اللي أساسه 2 يعطيني 2 و 30 شن هو العدد اللي أساسه 2 أو يعني أساس 2 شن هي هذي فهذا هو المرجع متاعي إذن 2 و 30 كيف نجيبوها نديرو 2 أس ثلاثة نشوفوها 2 أس أربعة لا 2 أس خمسة أكيد إذن 2 أس خمسة إذن 1 على 2 أس ناقص نون تساوي 1 على 2 أس خمسة بما أن البسط يصوي البسط إذن المقام يصوي المقام بها لأن هنا عندك 1 و 1 هنا عندك المقام إذن 2 أس ناقص نون تساوي 2 أس خمسة صح ولا كويس بما أن الأساس متساوي إذن الأس أيضا متساوي إذن ناقص نون تساوي ناقص نون تساوي خمسة نحن نبو نون فنضرب في سالب واحد الطرفين سالب واحد في سالب نون بنون نون تساوي نون تساوي ناقص خمسة بكل بساطة ننتقل الفقرة اللي هي ها خمسة أس نون تساوي واحد على مية وخمسة وعشرين نفس ما درنا هنا بالزبط كويس لأنه لان العدد يجب أن نقل بها تولي واحد على خمسة اص ناقص نون تساوي واحد على مية وخمسة وعشرين كويس شنو العدد الشنو الأس اللي أساسة خمسة يعطيني مية وخمسة وعشرين ما هو الأس الذي أساسه خمسة يعطيه مئة وخمسة وعشرين هكي اللفظيين إذن خمسة أس نجربه أربعة لا كبيرة خمسة أس ثلاثة مضبوط إذا خمسة أس ثلاثة إذن واحد على خمسة أس ناقص نون تساوي واحد على خمسة أس ثلاثة نفس الشي كيف مدرنا هنا المقام نساوي بعض إذا خمسة أس ناقص نون تساوي خمسة أس ثلاثة لا أساس متساوي إذا الأس متساوي إذا ناقص نون تساوي ثلاثة بضرب في سالب الطرفين سالب واحد الطرفين إذن تولي عندي نون تساوي ثلاثة في سالب واحد بسالب 3 كويس آخر فقرة معاي قال لك سبعة أس ثنين را تساوي 343 كويس نفس الشي كيف مدلنا سابقا نبو خلو هادي أساسها سبعة شن هو شن هو الأساس شن هو الأساس أو شن هو الأس اللي أساسها سبعة يعطيني 343 يعني احنا مفروض يكون لدينا 7.2 تساوي 7.2 يعني احنا العدد هو جاي من أساس 7 وقص حاجة يعني منعفوه القص قداش سبعة سبعة نجربو 3 مصبوط 3 إذن 7 قص 2 را تساوي 7 قص 3 بما أن الأساس متساوي إذن قص متساوي 2 را تساوي 3 ومنها را تساوي 3 على 3 على 2 على 3 على 2 يعني نقص ما على 2 للطرفين تمشي هذه معها إذن لا تساوي 3 على 2 كويس وهذا هو النسبة للفيديو الأول إن شاء الله في الفيديو القادم سنكمل باقي الأسئلة شكرا جزيلا والسلام عليكم محمد الله وبركاته